طلاقه لك وأنت في فترة حيضك عدد من أهل العلم يقولون إن طلاق الرجل لمرأته إذا كانت في حال حيضها لا يقع وستدلوا على ذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها وفي رواية قال ولا تعدوها شيئا يعني لا تعدو هذه الطلقة شيئا والموضوع محل خلاف واسع بين الفقه عموما لأنني أدري أن إخوتي من طلبة العلم قد يلحظون ويقولون طيب هناك قول آخر أعلم أن هناك قول آخر في ذلك لكن ما أفتيت به هو ما يفتي به جمع مشايخنا منهم شيخنا الشيخ بن بازو وجمع